اكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء ان احدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في سعيها لتأمين بيئة خضراء وطاقة نظيفة هي انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي التي تعنى بتجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية كما حددت الحكومة اهدافا وطنية لبلوغ نسب محددا من اجمالية الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035 جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم في المؤتمر العالمي الثامن عشر للانتاجية حول علاقة الابتكار والانتاجية في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه المؤسسات والحكومات في الوقت الحاضر بالنسبة لانخفاض اسعار النفط والكساد العالمي اصبح من الضروري لهذه المؤسسات رفع نسبة انتاجيتها لكي تقوم بتبني مبادرات مبتكرة في حل هذه الازمات التي تمر بها المؤسسات لذلك اصبح لزاما ان يكون ثقافة الابداع والابتكار جزءا من عملية المؤسسة وهناك عدة دراسات علمية جديدة بيّنت ان هناك علاقة مباشرة بين الابتكار ورفع كفاءة الانتاجية في الشركات وكذلك في رفع القيمة السوقية لهذه الشركات فمثلا اذا اخذنا في الاعتبار شركة ابل وشركة سامسونج السبب في هذه الابتكارات والاجهزة الجديدة اللي هي كل مرة تضيف ميزة جديدة لهذه الاجهزة هو اللي تبقى في التنافسية وتبقى في الربحية وهناك شركات لم تجاري الابتكار والابداع مثل شركة بولارويد التي الان خرجت من السوق وافلست وحكومة مملكة البحرين هي سباقة في هذا المجال واستطاعت بالافكار الابداعية والابتكار ان تتغلب على كثير من المصاعب وان دائما تجد حلول للاشياء الصعبة